السلام عليكم يا خامس الحلوين كيفكم يمسوا أخباركم أنا أحبكم كثيرا وأشكركم دائما على مطابعاتكم الدائمة وشكرا لكم على جهودكم وأحييكم من كل قلبي الآن واليوم سنبدأ بقاعدة جديدة القاعدة الجديدة النكرة والمعرفة وبعد قليل سنتعرف ماذا يعني معرفة وماذا يعني نكرة هيا بنا نفتح الكتاب صفحة 23 يا خامس الحبايا ونرى المجموعة ألف وبا ونقارن بين كليهما ألف في الحقيبة كتاب يا ترى لو حكيت لك يا أيهم في الحقيبة كتاب انت رح تحكي لي كتاب إيه؟ العربي اللغة العربية العلو رياضيات الإنجليزية مثل أي كتاب ولكن لما حكيت لي الكتاب في الحقيبة معناته أنا سألتك مثلا عن كتاب اللغة العربية وينه حكيت لي الكتاب في الحقيبة فعرفت أنه أنت بتقصد عن كتاب اللغة العربية لأنه بيكون بني وبينك أنه أنا بكون سألتك وانت بحكيت لي الكتاب فعرفنا أنه قصدك عن اللغة العربية مثلا تمام إذن لكن لما تحكي لي كتاب يترأي كتاب عن إيش بتحكي لكن لما تحكي الكتاب أنت عرفته تمام نأتي الآن مع أوس في الجملة الثانية نقابل هذه بهذه سأل رجل عن والدي لو أنت حكيت لي هيك أنا رح أحكي لك أي رجل يمس مين هو الرجل اللي سأل عن والدك تمام شو اسمه إذن مش معروف إذن هو نكرة غير معرف ما بعرفه ولكن لما حكيت لي سأل عمره عن خالد إذن أنا عرفت أنه هذا الرجل هو اسمه عمر مثلا واسم أبوك خالد إنسى أنه والدي لأنه معروف أنه والدك كذا ولكن كلمة رجل أي رجل ولكن لو بتحددها بإسم فأصبح معرفة نعرف أنا وياك من عمر تمام نأتي للسؤال نأتي للجملة الثالثة مع لانا شاهدت مدينة جميلة في التلفاز يترى أي مدينة هل من مدن عمان أم خارجها ولكن عندما قلنا زرت عمان الأسبوع الماضي في حد ما بعرف عمان غنية عن التعريف هي معروفة ما بضع حد يعرفها إذن ماذا استنتجتم الكلمة اللي ما فيها قال للتعريف مثل هاي بتكون نكرة رجل كتاب شارع أي شارع أي كتاب أي رجل ولكن لما أحكي الكتاب الكتاب الشارع الرجل إما منكون إحنا منقشر عليه وبنقصده أو بنكون عارفين وبين وبين حالنا فالتعريف هاي من اسم ال عشان تعرف عن مين أو اسم شخص ومعروف أسماء الأشخاص بتكون معروف بيننا ومعروف أسماء المدن فهاي بتكون معرفة فالآن سننتقل لتلخيص القاعدة يا أحبتي هيا بنا نفتح دفتر القواعد وقبل أن نفتح الدفتر سنتبع مع المعلمة يا أحبتي الحضايا أنوان الدرس النكرة والمعرفة يا ترى شوه الاسم المعرفة هو عبارة عن اسم مش فعل ولا حرب بدل على شيء معين معروف أو معروف من الأسماء المعرفة العلم العلم شو يعني علم الإسم سواء اسم شخص أو اسم مدينة لو حكينا محمد بعرف في الصف عني ثلاث محمدات عندي محمد أبو سرية عندي محمد عثمان عندي محمد نسيت الثالث العبود تمام فأكيد أنا مش رح أحكي عن أيهم إنه محمد خلص محمد معروف تمام بحكي حنين معروف إنه فيه في الصف انت اسمه حنين سليم فيه واحد اسمه سليم بعرفه أنا وياكم عامر فيه واحد برابع اسمه عامر خلص ما فيه عامر غيره أيهم بعرف إنه فيه بخامس واحد اسمه أيهم كلمة عمان معروفة إنها عمان مدينة القدس هاي مش تحكيلي إنها معرفة بأل لا لأنه هي ما كانت قدس مش معرفة يا و لما حكيت لها القدس تعرفت لا هي غنية عن التعريف القدس معروفة العراق معروفة حتى لو بدون يعني ما تحكيلي مساء عيام قال التعريف لا ما تقيمها خليها فلسطين هاي مثلا ما ضفت لها قال التعريف بس إنها معروفة لأنها اسم مدينة الأردن قطر إذن يا إما اسم شخص يا إما اسم مدينة الشيء الثاني المعرف إنه يكون اسم مبدوء بأل التعريف مثلا المدرسة المدرسة لاحظوا ملونها باللون الأحمر كتاب الكتاب رجل الرجل شارع الشارع بعرف إنه أنا قصد الشارع يلي هون إنه بالمنطقة الرجل بعرف عليه أولي أنا وياك كنا نحكي عنه قبل شوي تمام إذن هذا هو الاسم المعرفة إما اسم شخص إما اسم مدينة إما اسم معرف في أل يا حلوي التعريف وفي أيضا شغلة تانية إنه أنا بضيف كلمة لكلمة فأقول طالبة الصف مش قصدي طالبة المدرسة مثلا طالبة الصف هاي لأنا بحكي عنها فضفت كلمة لكلمة إذا ضفت كلمة لكلمة بتصير معرفة خلينا نجل الاسم النكرة الاسم النكرة هو اسم ما بيدل على شيء معين ولا إشي أنا بعرفه مثل كتاب الكتاب بيمس رجل أي رجل عن مين بتحكي مدرس أي مدرس في مدرس كتار شارع أي شارع الشوارع كتير تمام حبايبي معنا السؤال الثالث السؤال الرابع والسؤال الخامس واجب صفحة 24 والآن ننتقل للكتاب صفحة 24 طبعا أنا حبيت أني أحل معكم السؤال الأول والتاني حتى توضح أن الفكرة بشكل أكبر عشان تقدروا تحلوا السؤال الثالث والرابع والخامس السؤال الأول يقول ميز الاسم النكرة من الاسم المعرفة ألف يلا يا آدم قال تعالى إن مع العسر يسرى هلأ العسر معرفة بألف أصبحت معرفة لكن يسر أي يسر مش معروف فإذن نكرة مش معرفة بألف با يلا يا سلمان زرت صديقتي صفاء لتأهنياتها بفوزها في المصابق هل هي معرفة بألف لا هل هي اسم شخص آه معناته معرفة أحسنت عرفتوا كيف حلل نأتي الآن إلى جيم يلا يا أيهم قرأتوا كتابا جديدا عن تاريخ الأردن كتابا أي كتاب شو اسمه هل ذكره هل هو معرف بألف هل هو اسم مدينة هل هو اسم شخص لا إذن هو نكرة عرفتوا كيف أسأل حالي دال يلا يا سلام هي الأخلاق وتنبتوا كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات الأخلاق هي أصل أخلاق راح ضاف لها أل فعرفت أن الأخلاق قصدوا عن الكرام عن الطيبة عن الصدق تمام فعرفها لأخلاق الخير مش أخلاق الشر فبالتالي هي معرفة أنا ما بهمني التفسير أنا بهمني أنه هل فيها قال التعريف هل هي اسم شخص هل هي اسم مدينة وبذلك تكون معرفة ها في بيتنا ضيف هل عرفنا بأل لا هل ذكرنا اسم شخص لا وأكيد مش اسم مدينة فبالتالي هي نكرة أحسنتم يا خامس نأتي الآن لاريان السؤال الثاني أذكر عشر معارف ترها في طريقك إلى المدرسة تمام أنا رح أذكر أنا وياكم خمسة والخمسة الثانية أنتوا سوف تحكوها مع بعض إن الشارع أحسنتي ريان اللوحة ممكن لوحة تكون بالطريق المدرسة أحسنتم يلا يا عمر الرصيف أحسنت البيت أحسنت السيارة أحسنت ليه كله بنا نعرفه بقل التعريف وإذا ما عرفنا بصير نكرة طيب التكملة هاي باقي لإلكم باقي التكملة لكم والسؤال الثالث واجب والسؤال الرابع واجب والسؤال الخامس واجب السؤال الثالث بحكي ضع الأسماء لاتية في جمل مفيدة مرة تكون نكرة مرة معرفة طبعا على الدفتر لأنه مش رح ينفع الكتاب مدرسة مرة تعملها نكرة مرة معرفة وهكذا بالنسبة لباقي الكلمات أربعة حول المعرفة إلى نكرة والنكرة إلى معرفة مشيته في الطريق الواسع هاي معرفة كيف ده أحولها للنكرة بحكي مشيته في طريق بقيم الواسع أو في طريق واسع باقرأت قصة هاي نكرة شوف أخليها عشان نصر معرفة فهكذا أقمل جيم ودال السؤال الخامس عد إلى الفقرة الأولى من نص القراءة واستخرج منها ثلاث أسماء نكرات وثلاث أسماء معارف نرجع نرجع من هون من هذه الفقرة سنستخرج ثلاث معارف وثلاث نكرات ويعطيكم ألف عفية حبايبي مع السلامة